السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سي او سيراي ومقطعنا اليوم بيكون شرح الاعدادات الكرياتف الجديدة بحاول اشمل كل شي جديد صار في طول الكرياتف الاغراض اعدادات وغيرة وفي خبر او مسابقة بتكون مسابقة سهلة كثيرة على 150 دولار كيف تشارك في المسابقة وغيرة روح للوقت اللي بطلع لك على الشاشة الحين مسابقة سهلة وحلوة ان شاء الله وبنتثلى فيها وقبل ما نبدأ لاتزر اللايك ولا الشراك لو ما شركت وخليكم مع المقطع في البداية انا سويت مقطع شرح كامل لعدادات الكرياتف وكيف تتحكم بالاغراض وكيف تتوي كثير اشياء مرة ورابط المقطع بتلاقوه في الوصف لازم تشوفوه وهال مرة بنشرح الاشياء اللي ضافوها بس لو تروح لاغراضك في الكرياتف واللي تقدر تفتحها عن طريق تضغط على زر الشمطة اللي عندك الزر العادي اللي يفتح اغراضك بتشوف عند اول تاب واول قسم مكتوب بريفابس ومعناها المباني او المباني الجاهزة هنا ما في اي شرح اضغط مرتين ورابعة على المبنى اللي تريده او تسوي الاكويب وبيصير عندك في اغراضك وتقدر ترمي القنابل ورح تتلع لك المبنى اظنها شي مرة واضح والكل يعرفه الحين بروح للاشياء الاهم واللي بنلاقيها في القسم الثاني القلري او المعرض قسم الابداع ولا شي كده ما في شي جاهز بتلاقي انواع كثير من الجدران والاغراض اللي تقدر تنسخها عشان انت اللي تبني اللي تريده واول شي جديد هنا هو الديسكو الموسيقي ولا شي كده جهاز جديد ضافت اللعبة عشان يوم تسوي قيم او تسوي خليطة تقدر تشغل فيها موسيقى وتقدر تعدل على كيف كيفك اول خيار هو نوع الموسيقى او النغمة وفي كثير وتقدر تختار اللي تريده اما ثاني شي انابل او ديزايبل يعني تشغيل او يقاف اما الثالث بتشوف اختيارين عشرة وعشرين وهي المسافة اللي توصلها الموسيقى او اللي توصلها الموسيقى عشرين يعني توصل لمسافة بعيدة كثير وبعد الفوليوم او الصوت تختار لو نكترد صوت عالي او خفيف لو دي يعني عالي ولو يعني خفيف اما اخر ثاني حطهم على ان لو نكترد الالة الموسيقية هذي تكون واضحة لمن سوي سارد جيم اما اوف لو نكتردها تكون مخفية صراحة اضافة حلو اما اللي بعده شي مرة بسيط اضافة اللعبة وتقدر تقول انه يفتح لك افكار اكثر وهي العملات الذهبية مخصصة لو انك تدد تسوي نفس لعبة او مسابقة انه اللي يلاقي عملات ذهبية اكثر يفوز تقدر تشيل العملات وانتبه لو انك تدد تحط العملات في الجو فلازم للدروب بيكون على اوف وشرحة كلها في مقطع الكليتف الماضي فتقدر على راحتك تخبي العملات وتوزعها وتتسوي العاب كثير او بدل العملات تقدر تحط قطع البازل او لو تريد تتبسخر تحط ورق الحمام نروح للي بعده وكمان شي حلو ضافة اللعبة وهي الصناديق العشوائية لو تدد تسوي ماب وتدخل انت ورابعك بيكون كأنه ماب واقع يعني وتعرف هنا صناديق سالف عشان تسويها وتحط فيها الاسلحة والرصاص ومدرشو لذا اللعبة حطت لك الغرض هذا وهو الصندوق العادي العشوائي وصندوق الرصاص العشوائي يعني عشان تختصر وقتك ننتقل للديكورات لسه ما وصلنا للموسيقى بس نقدر نقول انه شي الا علاقة بالموسيقى وهي الديكورات اللي تطلع عضوبي او حركات يعني اضافة مرة حلوة لأي خريطة هنا ما في عددات ديكور بس وفي شي لازم تعرفون التحكم هو انك تقدر تسوي اللي تريده بالغرض لو تحط لدروب على اون راح ينزل الغرض على الارض اما لو حطيت لدروب على اوف الغرض راح يطير او يتعلق في الجو اما لو تبغى تدور تقدر تختار اوفقي او رأسي لو تحط على ياو يعني تدوير رأسي تقدر تتحكم على كيف كيفك تغير الزاوية تغير كثير اشياء اما لو تريد تدوير اوفقي فحط على رول اللعبة تعطيك تحكم كبير مرة بهالاشياء عشان تسوي اللي تريده بالضبط اخيرا وصلنا للموسيقى وهنا عندي اعلان سريع مسابقة الكرياتف هذه اول مسابقة نظمها فبشوف الاغلاط وتقدروا تقولوا اشوف التفاعل ولو حبيتوا هالشي فراح يسوي مسابقات اكثر على الجواز اقوى طبعا اما المسابقة اللي بسويها المرة بتكون مسابقة في طول الكرياتف المسابقة باختصار لازم تصمم تراك موسيقى في اللعبة يعني تصمم معزوفة ولا شيء كذا شيء مرة سهل صدقوني اظن ان شفت المقاتلة المنتشرة اللي اللعبين يركضوا فيها فوق احجار الموسيقى وتلاقي واحد تسوي النشد الوطني واحد ثاني تسوي عن موسيقى منشورة وكثير اشياء مرة وهذا مثال موسيقى 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 اشتركوا في القناة شباب تكون الجودة حلوة يعني لاحد يجي بالله ويصور من كمرة الجوال المهم لو انك تلعب على سوني بحط لك في الوصف رابط مقطعي على ما كيف تصور بحط لك رابط مقطعي على ما كيف ترفع اللي صورت على اليوتيوب وبالنسبة للجواز المركز الاول راح ياخذ 70 دولار المركز الثاني 40 دولار المركز الثالث 20 دولار والرابع والخامس بياخذوا 10 دولار على كل واحد والله شباب شي مرة سهل وجواز حلوة فيه اللعات شوفونا بداعاتكم واخر موعد عشان تسلم مقطعك بيكون يوم الخميس القادم تاريخ 28 من هالشهر كيف بختار الاول من ثاني اللي يسوي شي ما تعب عليه وبنفس الوقت مضبوط او حماسي هو اللي راح يفوز وبيكون عند احتمالي اكبر انه ياخذ المركز الاول وطبعا المشاركات الحلوة راح ارفع على اليوتيوب مقطع وكلكم شاركوا يلا لعب بي سي كونسل او جوال ونرجع لموضوعنا كيف تصمم انتراك الموسيقى لو تيتشارك فطبعا لازم تعرف كيف تصمم وهو شي اللي اضافتها اللعبة من فترة لحجار الموسيقية كله سهل اختار النوتات او الحجار اللي تريدها انسخها وابدى رتب لازم اضبط المسافات بين كل حجر وحجر على حسب اللي تدين تتسويه يعني مرة تقرب مرة بعد الحجر اتاكد انك حط لدروب على اون عشان الحجر يظل على الارض ولو غلط عادي شي الحجر وغير مكانه او امسحه وبعد ما تخلصه لو تيتضيف شي اكثر تقدر تروح وتنسخى حجار ثانية وتضيفه وتسوي مكسات وموسيقى بالاسلوب اللي يعجبك ترى عادي تضيفه عليك كيف كيفك بس اهم شي ان الحرف اللي على الحجر يكون قابلك عشان الحجر يشتغل وتقدر طبعا تبدأ تحطي الحجار في الجو اللي تيد اكثر واكثر لما تضبط الموسيقى اللي تريدها وتقدر تسوي ديكورات واضافات عشان المنظر يكون احلى خلصنا من كل هذا وصلنا الاخشي في مقطعنا اليوم ديفايسز او الاجهزة وعند اضافات حلوة بعضها ممكن يساعدك في مسابقة الموسيقى الاجهزة هي اغراض تنحد في مكان الفخ واول واحد نشرح انه هو العازف الموسيقى الالة هذه تعزف اي شي قدامها فيها كثير عددات بس اهم شي انك تقدر تتحكم سرعتها تزيد او تقلل السرعة وتقدر تتحكم حتى بالحجم يعني طول 20 ارضية عرض 4 ارضيات عندك تحكم كامل في العازف الموسيقى وما بنتخل بتفاصيل اهم شي انه عبارة عن عازف اول ما تضغط عليه يبدأ يعزف اللي قدامه ثاني غرض معنا مفيد كثير لو بتسوي معارك بناء او خراط قتال بينك وبين ربعك لان عندك الجهاز هذا واللي بيفيدك كثير لانك بتحط اغراض في هذا الجهاز اسلحة موارد اترابات ولما تسوي ستارت جيم اي شي حتت في الجهاز رح يصير مع اي واحد في القيم لو حتت سكار و بومب وسويت ستارت جيم الكل بيكون مع سكار و بومب بدون ما تتعب نفسك وبدون ما تسوي سناديق وصلنا اللي بعده واللي كلكم بتعرفوه هو الالي الحلفة الغرض انه عندك تحكم كامل تختار السلاح اللي يشيله تختار كمية الهرث اللي عنده المسافة اللي يطلق منها وتختاله وانه يرجع يعيش بعد ما يموت مرة كثير اشياء وطبعا ما يشتغل اللي اذا رحت العدات وسويت ستارت جيم اللي بعده واللي كثير ما فهموه الزون القاتل جديد و مرة خطير فكرتها عبارة عن زون ولو دخلت الزون هذا رح تموت على طول الحلو في الموضوع انك تقدر تخلي الزون مخفي او عادي تخلي واضح للكل لو حطت off ما بيكون مرئي ولو حطت on الكل بيقدر يشوف الزون اما اللي تحت ارقام تتحكم فيها بحجم الزون القاتل اللي بعده الحاجز غرض يشبه الزون القاتل ونفس العدات بالضبط بس بدل ما يقتلك راح يبني حاجز او يسوي حاجز مخفي يعني زون ما حد يقدر يموت منه او يتخلى ابدا حتى ما بتقدر تطلق منه نتمنى قتلكم كل هالاشياء تتفعل بعد ما تسوي تارت جيم من العدادات اخر غرض ونختم مقطعنا اليوم البوستر غرض يخليك اسرع لفترة بسيطة وتقدر تتفيد منه في العزف لو انك تصير اسرع وانتتعزف ولا في شي في بالك فرح يفيدك هالغرض اكيد حط على الارض ولما تنشي في فوق الغرض سراعتك راح تزيد وخلصنا مقطعنا اليوم جد كام فيديو متعب لا تزيل اللايك لعجبكم المقطع ولو حابين تدعمون تدعم القناة والمسابقات حطوا كود للمتجر سيئة عندكم ثلاث احرف بس بيكون دعم خرافي واي واحد حط الكود الف شكر لا نستشاركوا للمسابقة اريد اشوف اشياء مرة خرافية اوكي شباب اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلام اشتركوا في القناة